السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم مع الفيديو التاني من تسجيل معلم على سيستم اضلال. طبعا بعد ما بسجل بيانات الرئاسية على صفحة السيستم. المفروض بعد ما الادمن بي اكتف حسابي او بيفعل حسابي بيجي لي رسالة على الايميل بتنشيط الحساب اني تم تنشيط الحساب. فبعد كده بدخل برجع برضو نفس الفكرة برجع على الدوميني الرئيسي للشركة اللي انا شغال فيها مثلا قرآن ريسايتل. بضغط على لوج ان. بيحاولني على صفحة الدخول اللي منها بكتب اليوزر اللي انا اه سجلت بيه اللي هو شلا بيه مثلا انسجلت بشلا بيه وبكتب الباسورد اللي انا كتبته. بعد كده بدخلني على حسابي. اللي هو انا سجلت بيه. طبعا دي صفحة المعلم بس احنا في الفيديو ده هنشرح المعلومات الاساسية او الفيترز الاساسية اللي هي موجودة في صفحة المعلم. او في داشبورد المعلم بحس ان احنا نتعرف على الاسيات الموجودة وبعد كده نتعرف في الفيديوهات اللي جاية ازاي ندخل كلاس وزاي نكتب تقرير عن الواجب وازاي ان احنا نقدر نطلب حضر او غاب عن الكلاس. طبعا اول ما بدخل في حسابي بلاقي هنا اه داشبورد زي ما احنا شايفين مفيش اي كلاسات فانا هدخل بيه اللي هو الديمو. وهدخل على حساب المعلم موجود عليه عليه كلاسات بحيث ان اقدر اوضح يعني بصورة افضل بحيث ان كل البيانات واضحة للمعلمين. طبعا هنا ما بدخل اول حاجة بعملها لو انا مسجد جديد على الويب سايت بدخل على البروفيل بتاعي ببدأ اعد حسابي بحيث ان هو يكون جاهز للستخدام من من ناحية السيستم. لان لو في اي بيانات نقصة طبعا السيستم ما بيقبلش المعلم او ما بيخرجوش كأنه معلم نشط على السيستم. فاول شي بروحل اللي هو البروفيل. بضغط هنا على العلامة اللي هي الادت او الالم. طبعا بيجي فتح لي هنا خنات بابدأ اعبي الخنات ديت كويس جدا وتأكد ان كل البيانات مظبوطة لان احضرتها طبعا بغير البرسي ديت بتاعي صح. بكتب الكنتري صح. لو انشطه بصح الموبايل بكتبه صح. الجندر بتاعي ده مهم جدا لان احيانا طالب بيفضل ان هو يختار معلمة مثلا. طبعا الجندر ده مهم جدا باختار ميل او في ميل. طبعا التام زوم مهم جدا عشان تيجي الدروس في المواعد مظبوطة. لو حاب ان انا احط صورة في البروفيل بتاعي باختار سيليكت فايل واختار اي سورة من السور اللي عند ما موجودة على الجهاز. بعد كده اهم حاجة في الميق ينادي ان انا اختار الربط الزوم اللي هو البرسونل ميتنج. البرسونال ميتنج اللي هو اللينك السابت اللي في الزوم. باخطه هنا. يعني هنا باختار اللي هو اللينك السابت. مثلا كمثال ده مثلا. زوم السابت ليه. فانا باخد اه تقبي من اللينك وحطه هنا في مكان الزوم. لو حاجة احط سكايب لو عندي سكايب. لو عندي وثاب بقى احط الوثاب. لكن الزوم ده الاساسي لان ده اللي بيبيعت للطالب في آآ الكلاسات اللي هي الاونلاين اللي هي بيخش من من السيستم فبيوصل له الرابط ده. بعد كده بختار السبجيكت لو انا بدرس عربي. بختار مدة العربي لو درس قرآن آآ بختار آآ عربي قرآن بختار قرآن. وطبعا متاح ان الاد من يضيف مواد تانية. زي الاسلامك وضغط آآ ابديت. هنا مثلا لو انا بدرس قرآن معربي بختار طبعا القرآن وبعمل ابديت. بعد كده بروح على كده انا خلاص آآ عبيت اللي هو المواد بتاعتي. العرب والقرآن. آآ بروح على اللي هو الافيبيلتي. الافيبيلتي دي الهدف منها ان انا بحط المواعيد اللي هي بشتغل فيها. لو الشركة آآ بتتفع مع المعلم ان هو يشتغل آآ ساعات خلال اليوم. ساعات متفرقة. فهنا طبعا الافضل ما هو يحط اليوم كله ان هو متاح. وبعد كده مفروض ان الادمن بيقول له ان انت يختار من اتناشر اي ام. ده يوم الاحد. حاد حداشر ونص بي ام. الادمن طبعا بيسجل طالب جديد. بيتصل بالمعلم ويقول له ان في طالب سجل في المواعيد الفلانية لو حابب ان انت تاخد طالب فبيدفع. فهنا لو انا بشتغل ساعات غير محددة في اليوم فبحط اليوم كله متاح بالنسبة للسيست. لو انا آآ شغال ساعات محددة مع الشركة باختار الساعات المحددة حتى لو كانت اوقات متفرقة في اليوم مثلا حينا مثلا اشتغل الحد مثلا من تمانية لاثناشر الضهر. من تمانية صباح لاثناشر الضهر وارجع اشتغل تاني مساء في اوقات محددة ممكن اعمل كده يعني اختار الحد مرتين وحط الاوقات اللي انا آآ بيشتغل فيها. بالنسبة لكونتاكتس دي عبارة عن يوزرات اللي هي الادمن لنا السابورت للسيستم وكذلك الطلاب لما ينضف لك طلاب هنا بيبتدي ان يظهروا بطريقة أوتوماتيكية على صفحة الكنتاكتس يبقى كده احنا جاهزنا البروفايل للمعلم ان هو يشتغل على السيستم بتأكين الطيم زوم مزبوطة الجندر مزبوطة الزوم اللينك اللي هو ثابت في الزوم البرسونال ميتينج لينك بحطه هنا السبجكت بختار السبجكت اللي انا بدرسها الافيابيليتي بختار الموعد اللي انا اشتغل فيها وخلص كده البروفايل بالنسبة للمعلم جاهز ان هو يستقبل خلاصات على السيستم طيب بعد كده احنا بنتعرف على الداشبورد انا دلوقتي جاهز البروفايل بتاعي وتمام زي الفل ببدأ ان انا اتعرف على الادوات اللي موجودة في السيستم طبعا احنا هنتهي بالفيديو دلوقتي ونبدأ فيديو جديد نبدأ نشرح الادوات اللي موجودة في صفحة المعلم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته